سيد سامان لا يتعلق هنا بزيارة الرئيس التركي وستكون هناك إطلاقات مائية وإنما على المدى البعيد يعمل العراق مع أنقرة في مسألة تحديد الأولويات لكل البلدين وفيما يتعلق حقوق أيضا حقوق دولية فيما يتعلق بحقوق العراق بالمياه بعيدا عن الضجة الإعلامية المثارة حول هذه الزيارة والاتفاقات التي جرت خلالها أنا دقت في كل ما تم التوصل إليه أو اتفاق حوله هناك اتفاقان قصراء أحدهم اتفاق تعلق بالمياه لكنه لا يلزم أي طرف بأي شيء وبالتالي لا توجد أرقام لا توجد تدفقات وبالتالي هو اتفاق لا يعني شيئا حتى بنسبة لحزب العمال الكردستاني المتحدد بنسبة الحكومة يقول أنهم سيكونون ممنوعون من العمل السياسي والعسكري وسيتم عملتهم كالاجين وهذا ما يحدث من العشرين شدة أساسا لا يوجد حزب العمال الكردستاني في مناطق الحكومة الاتحادية ما هو موجود فقط في مخيم بخمور وهؤلاء لاجئون بحكم الأمم المتحدة أيضا كيف سيد سامان كيف ما موجود في مناطق الحكومة الاتحادية وموجود في سنجار أيضا وليست يعني الإقليم أيضا جزء من الحكومة الاتحادية أيضا أرجع وأقول هؤلاء لي لا يصنفون كحزب عمال الكردستاني إذا صنفوا كحزب عمال الكردستاني فعلى الحكومة الاتحادية بالتالي أن تدخل معارك مع الحجر الشعبي لأنهم جزء من الحجر الشعبي رغم أن الحكومة العراقية ابتعدت عن تصنيفهم كمنظمة إرهابية قالوا أنها محظورة وبالتالي هم لاجئون سياسيون طالما لا يقومون بعمل سياسي وعسكري أريد أن تبقى ويايا في ملف المياه سيد سامان اليوم يعني ملف المياه واحد من أبرز الملفات وأهم الملفات حقيقة الأمر بالنسبة للعراق نتحدث عن موضوع وجودي يعني حتى الكثير من الجهات من النظمات الدولية تؤكد هناك خلال السنتين المقبلتين يعني آثار كارثية للتغير المناخي سوف تظهر على العراق فمحتاج إلى تحركات حقيقية وجدية هل سيعتمد العراق فقط على زيارات المسؤولين من أجل إطلاقات يعني نعتبرها هدية لفترة مؤقتة أم يجب أن توثق ذكرت حضرتك بأن هذه المذكرات والغيرة آنية غير ملزمة للطرفين على أن نحتاج إلى توثيق هذه المذكرات والاتفاقيات دوليا ما تم التواصل إليه لا يحمل أي إلزام لهذا الطرف أو لذاك الطرف العشر سنوات من الخلافات مع تركيا حول هذا الملف كل التعهدات السابقة لتركيا لم تلتزم بها كانت تطلق بعض البياء في فتاة محدد أثناء زيارات أو قبلها أو بعدها لم تلتزم بتعهداتها السابقة وفق ما تم الاتفاق عليه اليوم لا يوجد إلزام لتركيا بالشيء هناك مفاوضات طويلة حول هذا الولجان المشتركة ولا ننتهي إلى شيء لأن تركيا ترفض الارتزام بالذهاب إلى إعطاء أرقام دقيقة أو الذهاب إلى القوانين الدولية والتشاطئ الدولي وما يتعلق بتوجيع المياه بشكل عادل بين الدول المتشاطئة لحد هذه اللحظة ترفضه تركيا ترجمة نانسي قنقر